اكد سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة اكد ان اعادة توجيه الدعم عن الكهرباء والماء حققت تطلعات الحكومة في توجيهه الى المواطنين المستحقين كما كشف الوزير على ان سياسة الحكومة في اعادة توجيه الدعم وعن وقود الجازولين سهم في خفض العز في موازنتها العامة بمقدار 56 مليون دينار سنويا جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح مع الهال الذي عقدته المحافظة الجنوبية بحضور معالي الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية وعدد من المسؤولين حيث اكد معالي الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة اهمية اعادة توجيه الدعم ليصل مباشرة الى المواطنين المستحقين وبما لا يؤثر على مستقبل التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين خاصة في ظل التحديات والمتغيرات العالمية كما عرب معالي عن ثقة بان الحكومة حريصة على جعل المواطن في البحرين محور الاهتمام الحكومي وهدف التنمية المستدامة مؤكدا ان اللقاء جاء بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية التي تنتهجها المحافظة الجنوبية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الخدمية في البحرين